العيال كبرت وتجوزوا واحنا لسه عادين لبست الفستان الابيض وبقت ملكة جمال كلامي هنا عن ليلة عدنان فاكرينها ايوة هي سوء اللي كانت في الكبير قوي خلاص اتجوزت ودخلت دنيا يا طرق اسمها الحقيقي وليه بقالها سنتين مش بتمثل ازاي ملمحة تغيرت كده وبقت ملكة جمال لقال عليها دي كانت ارخم طفلة وفجأة بقت احلى بنته وجمالها عدة الحدود ازاي احتفلت بزفافها والجمهور افتقارها في الكبير قوي خليكم معايا في الفيديو ده هتعرفوا اسرار وحكاوي كتيرة اللي يقول لك يا احنا عجزنا قوي واللي يقول لك معقول سوء جوزت يا جدعان محدش مصدق نفسه غير لما شافها بالفستان الابيض والميكب والعريس كتب كتابه واللي اتنين بدأوا حياة جديدة مع بعض الفرح اسطوري وتعامل في فندق ضخم في وسط الكاهرة وحضروا كل الارايب والاحباب علشان يحتفلوا بالعروسة والعريس الميكب ارتست ماي الباهي نشرت فيديو للعروسة ليلى عدنان واسمها الحقيقي ليلى عدنان بس هي تشعرت فنيا باسم ليلى كانت بتتجهز علشان تتزفل عريسها اللي من خارج الوسط الفني وبالمناسبة خطوبتهم كانت سنة 2021 واسمه عمر اسامة شكل ليلى عدنان كان حلو فستانها الكل تكلم عنه خدت عريسها وراحوا عملوا سيشان وسط الخضرة والطبيعة وصورهم لفتت انتباه الجمهور وهب على القاعة في الفندق وتعامل احلى فرح هيفضل في ذكرياتهم ومش هينسوه وحضر الفرح دا كل الاصدقاء والمقربين والاهل والاحباب طبعا الفرح كان حلو ورأسه على اغاني رومانسية وكمان اغاني المهرجانات فستان ليلى عدنان كان من غير اكتاف وتصريحة الشعر كانت حلوة وطرحتها كمان عجبت الجمهور الجمهور افتكر صوت طفلة بتاعة مسلسل الكبير قوي اول ما لقوها بفستان الفرح وافتكروا رخمتها وقت ما كانت في المسلسل والمشاهد اللي كانت بتقدمها بس ربطوا بين طفولتها دي وبين انها بقت جميلة كده لما كبرت وملامحة تغيرت وبقت احلى بكتير وهي شابة دا جير انها فجأت الكل بجمالها بعد ما بقى عندها 23 سنة الملامح والاوام مختلف والاطلالات انسوية رقيقة كمان هي شركت في اكتر من مسلسل وحققت نجاح كبير في الاعمال اللي شركت فيها بس دور الطفلة صوف في المسلسل الكبير قوي جزء التاني بطولة الفنان احمد ميكي هو اشهر ادوارها ليلة عدنان الشهيرة بسوقت ولدت يوم 14 مارس سنة 2000 واتخرجت من الجامعة الامريكية وكان ظهورها الاول على الشاشة في ستكم بيت العيلة في الجزء الاول اللي تعرض سنة 2009 وخلال السنين اللي فاتت شركت في عدد من الاعمال الفنية منها بنات سوبرمان سنة 2016 والشريط الاحمر سنة 2018 وشبر مية ونوارة وبلا دليل سنة 2019 واخر اعمال ليلة عدنان مسلسل حي السيدة زينب المسلسل ده تعرض سنة 2021 ومن وقتها ليلة عدنان مشاركتش في اي مسلسل وربما يكون ده بسبب التجهيزات للفرح لكن الجمهور اتمنى يشوفها من تاني في مسلسل الكبير قوي الموسم الثامن اللي بدأت تحضيط ليه الفترة اللي فاتت علشان يبدأوا التصوير الفترة اللي جاية تفتكروا ليلة عدنان هتشارك مع احمد ميكي في الموسم الجديد بعد ما هتكون خلاص اتجوزت شاركوني برأيكم في التعليقات نسيت اقول لكم ان مودة جواز الفنانين في السن الصغير زادت الفترة اللي فاتت وشفنا ناس كتير منهم في الكوشة رغم ان الكرير بتاعهم لسه في بدايته والعمر قدامهم كتير يمكن مفيش فرص تمثيل كتير ليهم مثلا زي ليلة عدنان اللي محد اجتمع عنها من ساعة الكبير وغيرها كتير من الشباب اللي تشعروا في دور ولا اتنين واختفوا بعد كده تماما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة